أهلا بكم أكد الاتحاد الأردني لكرة القدم برئاسة الأمير عليه بن الحسين على موقفه الداعم لحق الاتحاد الفلسطيني بإقامة مبارياته البيتية على أرضه وبين جماهيره وتسخير كافة الجهود الممكنة لضمان ذلك جاء هذا في بيان أصدره الاتحاد اليوم وأشار فيه إلى حرصه على تعزيز مبادئ الرياضة في دعم سلام وتنمية الشعوب وأهميتها في إيصال معاناة الرياضة الفلسطينية وهو أكثر ما يحتاجه أشقاؤنا في فلسطين اليوم وأكدا على أن دعم حقية لعب المنتخب الفلسطيني على أرضه وبين جماهيره هو أقل ما يمكن تقديمه من المجتمع الرياضي الدولي للشعب الفلسطيني استهل فريق الفيصل استعداداته للموسم الكروي الجديد والذي ينطلق يوم الثامن من الشهر المقبل وأشرف المدير الفني أحمد هايل ومساعده مؤيد أبو كشك ومدرب الحراس عامر شفيع على الحصة التدريبية التي أقيمت على ملعب النادي في غمدان ويعد الفيصلي أول الأندية الأردنية التي بدأت مرحلة الإعداد لضيق الوقت بين الموسم الماضي والجديد خاصة بعد صدور رزنامة البطولات للموسم المقبل قبل أيام ويسعى الفيصلي الذي غادره عدد كبير من اللاعبين المؤثرين لترتيب أوراقه ومحاولة استعادة عدد منهم حطم بطل العقبة خالد خاطر أرقاما قياسية في رياضة كمال الأجسام بفئة الفيزيك بمحافلة عربية وعالمية كان آخرها الحصول على ميدالية فضية في بطولة بولندا في شهر أيار الماضي رياضة بناء الأجسام هي من أحد الرياضيات التي تهتم في شكل الجسم ولياقة الجسم بالنسبة لنا في العقبة هنا لدينا تقريبا ست نوادي أو سبع نوادي كل رياضها تهتم بهذا الموضوع أتمنى من اتحادنا الأردني أن يكون عنده كشافين يجوا يزوروا مدينة العقبة ويشوفوا الأجسام الموجودة عندنا ويحاولوا أنهم ينتقوا من الأجسام المميزة للمشاركة في صفوف منتخبنا الوطني اكتمل عقد المتأهلين لربع نهائي كأس أمم أوروبا بعد ختام الدور ثمن النهائي والتعرف على جميع المنتخبات التي حجزت مقعدها في دور الثمانية والذي سيشهد صدمات نارية أبرزها ألمانيا أمام إسبانيا على أن تواجه فرنسا نظيرتها البرتغال في إعادة لنهائي يورو 2016 التفاصيل في هذا التقرير انتهى دور الستة عشر والآن الجميع ينتظر ربع نهائي بطولة يورو 2024 ثمانية فرق أثبت تحقيتها بالتواجد في هذا الدور والترقب يزداد كلما انتهى دور من الأدوار الإقصائية المنتخب السويسري كان أول المتأهلين بعد أن فجر مفاجأة بإقصاء حامل اللقب المنتخب الإيطالي بفوزه عليه بهدفين نظيفين لتبعث سويسرا رسالة شديدة اللهجة بأنها متواجدة في بطولة اليورو للمنافسة وليس المشاركة أما المستضيف المنتخب الألماني فجاء تأهله دون صعوبات تذكر هدفين نظيفين أنهى بهما المانشافت لقاءه أمام الدنمارك ليحجز مكانه في دور الثمانية ريمونتادا مثيرة في الدقائق الأخيرة نقلت إنجلترا لربع نهائي بعد قلب بيلينجهام وهيريكين الطاولة على سلوفاكيا وقيادة إنجلترا للفوز بهدفين مقابل هدف إسبانيا واصلت وروضها المميزة في دور الستة عشر بعد فوزها على جورجيا بأربعة أهداف مقابل هدف ليثبت المتادور الإسباني بالأرقام أنه المرشح الأبرز لحصد لقب يورو الفين واربعة وعشرين فرنسا حققت المطلوب هدف سجله لاعب بلجيكا فيرتونخين في مرماه منح الديوك التأهل للدور ربع النهائي البرتغال واجه خطر الخروج من بطولة اليورو من دور الستة عشر بعد أن سيطر التعادل السلبي على مجريات مباراة البرتغال وسلوفينيا لكن ركلات الترجيح كانت رحيمة بالبرتغال المنتخب الهولندي كان مقنعا في تأهله لدور الثمانية ثلاثية نظيفة في مرما رومانيا كانت كفيلة لترشيح هولندا لبلوغ ربع النهائي أما آخر المتأهلين كان المنتخب التركي الذي فاز على النمسا بهدفين مقابل هدف ليواصل المنتخب التركي طريقه نحو أن يكون الحصان الأسود للبطولة ولم لا أن يكرر سيناريو اليونان في عام 2004 مواجهات تنافسية ومثيرة ومنتظرة في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم بنسختها الثامنة والأربعين المقامة في الولايات المتحدة وتستمر حتى الخامس عشر من الشهر الحالي موسيقى قالت التونسية أنس جابر المصنفة العاشرة أنها تحلم بالوصول إلى نهاء ويمبلدن للتنس للمرة الثالثة على التوالي مضيفة أن الطريقة التي ستتعامل بها مع أي مشاعر سلبية ستكون عاملا رئيسيا في بلوغ مباراة تحديد الفائز باللقب وبدأت أنس أحدث مشاركاتها في البطولة الكبرى المقامة على ملاعب عشبية بقوة بفوزها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 و 6-1 على اليابانية مويوكا أوتشيجيما وقالت أنس للصحفيين بعد اللقاء أنها تثق بقدرتها على الوصول إلى النهاء خصوصا بعد أن طورت نفسها كثيرا متمنية الفوز أخيرا في هذه البطولة واختتمت حديثها مؤكدة على أن الأهم هو معرفة كيفية السيطرة على مشاعرها عندما تحتاج إلى ذلك وأن تكون أقل قسوة على نفسها